وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو يدعو رسميا إلى وقف إطلاق النار في سوريا بمناسبة عيد الأطحى خلال مؤتمر صحفي عقد في أنقرة وقال فيه بالنيابة عن حكومة الجمهورية التركية ندعو إلى وقف إطلاق النار من قبل جميع الأطراف المتحاربة في سوريا وخاصة خلال الأيام الأربعة لعيد الأطحى المبارك نتمنى أن يتوقف عن إطلاق النار ونأمل أن يستمر لفترة أطول من أيام عيد الأطحى وهنا أخص بالذكر القصف بالطيران والمروحيات على الأبرياء والمدنيين هذه رسالة نحث فيها على وقف القتال على الفور والالتزام بالاقتراح الذي تقدم به المبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي من جهة أخرى حذر برنامج الأغذية العالمية التابعة للأمم المتحدة من الغلاء الكبير في أسعار المواد الغذائية في سوريا بعد ارتفاعها في بعض المناطق أكثر من الضعف منذ اندلاع الأزمة وكان قد تلقى حوالي مليون ونصف المليون شخص في سوريا مساعدات من برنامج الأغذية العالمي بواسطة الهلال الأحمر السوري منذ التاسع من أيلول سبتمبر الماضي